لأن أنا عندي طاقات شبابية كبيرة جداً وعندي يعتبر نسبة فقر عالية ونسبة بطالة عالية يعني الفقر النهاردة أنا كان 32.5 في خلال الفترة اللي فاتت نزلته من 32.5 إلى 29.17 يعني ده يعتبر يعني مش تنزيل قوي يعني ده الرسالة وراء إيه بتتطلب إيه إن أنا محتاج جهود أكثر كفاءة عشان واجه الفقر ويمكن مشروع حياة كريمة النهاردة عندي فرصة ذهبية بقى إن أنا أنزل إلى يعني مشروع حياة كريمة النهاردة نازل إلى كل المحافظات بتاع مصر للقرى والنجوع وبيستهدف أكتر من 57% من سكان مصر وخفض المعددات الفقر هتخدم جاي من حياة كريمة فهنا في نقطة بقى غاية في الأهمية يعني إن أنا لو أنا بستفيد من تجاربي اللي فاتت لو تلاحظوا حياة كريمة بتنزل تعمليه بتنزل بتتدي ترصد الواقع بتاع المنطقة دي تقول المنطقة دي بقى فيها صرف صحي فيها مياه فيها مساكن فيها وحدة صحية فيها مدارس اللي هي الخدمات الأساسية اللي هي عشان هي اسم المشروع حياة كريمة وبالتالي بيبتدي يسأل هو هذا المواطن قادر إن هو يعيش حياة كريمة بيتمتع بخدمات الأساسية ده كلام جميل فده شق غاية في الأهمية لكن قدامه بقى شق كبير أوي ومهم جدا هو إيه هو بناء البشر بناء البشر يعني إيه يعني إن أنا أبني القدرات ودي فرص ده بمفهوم التنمية البشرية وإحنا لسه أطلقنا تقرير تنمية البشرية المصري فدايما أنا بقع في مشكلة كبيرة وهي إيه إن أنا لما ببتدي أدخل على المشاريع اللي زيدي بتاعة الإصلاح بقوم ضاخغ فلوس كتير جدا على البنية الأساسية لإن طبيعي مثلا ما تنزل في مكان زي ده وتقول إيه ما فيهوش صرف صحي فبتبتدي أكبر تكلفة بتتحملها بلغة الاقتصاد هي تكلفة شبكات الصرف الصحي لإنها مكلفة جدا جدا فبتبتدي تقول إيه أنا حعمل كدوابني مدارس وابني مستشفيات وهكذا هنا بقى دي بتبقى الحقيقة أتمنى نستفيد من تجاربنا اللي فاتت في إننا إيه نصرف أكتر على بناء البشر يعني إيه نصرف أكتر على بناء البشر تكلفة قلالة جدا جنب إن أنت تقول تعمل صرف صحي وتعمل كل الكلام ده يما تيجي تقارن التكاليف هتلاقيها مفيش مجلة مقارنة يعني فيه تجارب دول كتيرة جدا فقيرة في بنجلديش وفي الدول فقيرة جدا إحنا درسينها كاقصادين بتشوف كفاءة الإنفاق من حيث إيه إنت ممكن تيجي في أماكن تعملها مدارس مش لازم تبني المدرسة والأماكن اللي هتعملها مدارس وفصول ابتدائية ومحو أمية والكلام ده مش هتصرف عليها واحد على ألف من المبنى الكبير وممكن المبنى الكبير ده اللي انت عامله شكله حلو زي تجربتنا المصرية لا فيه مدرس كويس ولا فيه مدير كويس ولا فيه إدارة جايزة مش هتطلع لك النتاج المستهدف صحيح وحضي بتكلم عن تجربتنا المصرية فهمت عندنا الاثنين عندنا الحجر والاهتمام بالبشر كمان هو ده بقى اللي احنا عايزين وعندنا الاثنين بس عايزين نركز أكتر بقى على بنائل إنسان في الإنفاق وفي الجهود اللي هي بقى بتوصلك إلى إيه لما تيجي تتكلم بقى على إحنا لسه بنقول إصلاح حقيقي يعني قطاع صناعة وزراعة وتكنولوجيا معلومات لما تيجي تتكلم على قطاعات الصناعة لسه المركز المصري للدراسات الاقتصادية مطلع دراسة مهمة جدا بتقول إيه؟ بتقول كل المناطق اللي كان فيها أنشطة صناعية هتبص تلاقي جنبها نسب الفقر بتنخفط